طيب بنقول فيه سؤال ورد بيقول الاشواجندا فوائدها احنا بنقول اهم فائدة عشبة الاشواجندا اللي هو مهدئة جيدة للأعصاب طيب الاخ اللي سأل السؤال ده بيقول هل تتاخد الاشواجندا فيه كابسولات في الصيدلية وفيه بتتاخد عشب ايهما افضل بنقول كل واحد ليه فوائده وليه عيوبه فوائد الاعشبية اللي انت بتاخد الحاجة زي ما ربنا عملها بدون تدخل باشا بدون ما تنقس من فوائدتها او تزود والضاعف بطريقة غلط ولكن المشكلة اذا كانت منتهية الصلاحية ملوسة عليها طراب يبقى بنقول نفضل العبوة المنضابطة ايضا الاعشاب ممكن النسب الدوة تختلف يعني النهاردة اخد معلقة صغيرة بكرة اعمل معلقتين بعده لا لكن هنا اما بتبقى كابسولة بتبقى واحدة الجرعة محددة يبقى دي لها فوائد ودي لها فوائد طيب بيقول طويل بابونج هل زي الاشواجندا اقوله نعم زيه ولذلك ربنا وزع اعشابه على العالم بالتساوي ازاي يعني العشب اللي موجود في الصين بيحفز المناعة موجود زيه في مصر بس باسم اخر العشب اللي بيعالج القولون في مصر هو نفسه ليه عشب في امريكا بس باسم اخر وهكذا فبنقول لو الاعشاب المحلية تغني تفيد تبقى افضل ماشي ما عندناش مشكلة ايضا في اسئلة بتقال بالنسبة لبعض الاخوة يقولوا ان المرض اللي عندي مالوش علاج بنقوله اوعى اعتقادك بان المرض مالوش علاج يتصرب لنفسك اول شيء يخليك ما تخفش هو اعتقادك انك لن تشفى ان ربنا اقول انا عنده ظن عبدي بيه فلازم تظن في الله خير طب المرض شديد اهو يا دكتور والدكاترة قاله والدكاترة عاده نتذكر الاية قالوا كذلك قال ربك هو علي هين ايه الكلام ده طبعا صورة ماريا من الناس اللي بتقرأها والناس اللي حافظة نقول لهم الشفاء موجود والله هو الشافي بس علينا نرفع ايدينا لله بالدعاء ونسأله ان يشفي كل مريض ويعفو عن كل مبتلة